السلام عليكم ورحمة الله درس اليوم اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي عندي صفحة 61 unit 5 lesson 2 هذه الصفحة مهمة جدا رح نقراها طبعا وزارية نقراها وان شاء الله نحلها read about the invitation on page 60 on tick yes or no طبعا يقول لك اقرأ الاختراعات الموجودة بصفحة 60 وجاوب القطعة yes or no number one the invitation of the first useful telephone came in 1867 يقول لك الاختراع الأول اه اللي اختراع أول هاتف اي فيرس يقول اختراع أول هاتف اه في سنة 1867 اختراعه نقول خطأ خلي خطأ اللي هو 1876 مو يعني قالبيها هي لهذا الصحي 1876 مو 1867 60 زي هاي النقطة الأولى اه to the word اه يعني نقول لك هذا اه the word اه another word for car اللي هي كلمة شنية الكلمة أخرى لسيارة اللي هي صح نخلي صح اللي هي اوتوبل كلمة الأخرى لسيارة 3 the car was inventing invented لا the car was invented more than اللي هي و one hundred and fifty years ago يقول لك السيارة اختراعت بسنة اكثر من مية وخمسين سنة نخلي نو نقول الرابعة the car was invented before the telephone نقطة الرابعة يقول السيارة اختراعت التليفون نخلي نو النقطة الخامسة نقول plus eight minus three يا هاي طبعا عملية حسابية كل الخامسة زائد ثمانة ناقص ثلاثة هاي عملية حسابية اللي هي cut clits cut بعضي cal cal clitian ناقص نرتب الجمل نرتب الجمل complete the sentence the sentence using the word in the boxes number one money people help to نخلي invent the telephone two my pens made نخلي the first the first car in هذي السنة ونخلي آخر شي هاي السنة ثلاثة النقطة الثالثة the the parne السيد parne was math هذي math machines who lived نخلي in in the هذي element ونخلي center century هذي منكمل هه center r q r i نعم among machines is a person نخلي who makes شنية cut clits a pupil oven for a pupil oven call mister popit the father نقول the father of the computer هاي نعم مهمة جدا إن شاء الله تستفادوا من عدها إن شاء الله توفي موسيقى